تلقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول في بطولة إسبانيا الدولية للقدرة في سباق 120 كيلومتر وحصول الفريق الملكي على المراكز الثلاثة الأولى في السباق إضافة إلى لقبي سباق 160 كيلومتر و100 كيلومتر وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه سموه وهو ما يؤكد القدرات العالية التي يتمتع بها سموه في بطولة القدرة وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إلى أن التطور الكبير في رياضة القدرة البحرينية وانعكاسها على تحقيق الإنجازات الخارجية ثمرة من ثمار القيادة الناجحة التي يتمتع بها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للفريق الملكي متمنيا لسموه وللفريق الملكي دوام التوفيق والنجاح وثمنا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المشاعر النبيلة التي حملها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال الاتصال الهاتفي مؤكدا سموه هو أن الشيخ محمد بن راشد المكتوم يعتبر من الشخصيات الملهمة في رياضة القدرة وله بصمات كبيرة في مشوار سموه في رياضة القدرة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للتهنئة التي تلقاها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومشاعر سموه الطيبة تجاه الفريق الملكي بعد إنجاز بطولة إسبانيا الدولية للقدرة ترجمة نانسي قنقر